من شوية قليلة من دقائق قليلة انتهت ملحمة حقيقية لفريق المصري المصري النهاردة عمل ملحمة حقيقية فاز على نهضة بركان في الكنفداري الأفريقية نهضة بركان المغربي 2-1 بس تفاصيل المباراة غريبة وصعبة ومش طبيعية أقول لكم الأول عمر مرعي أحرز الهدف الأول في ديئة 10 وبعد كده تعاد النهضة بركان عن طريق حمزة رجواجي في زي ما قلت لكم في ديئة 17 وفي ديئة 83 جي الهدف الثاني للمصري عن طريق هيسم العيوني التونسي هيسم العيوني بدربة سابتة رائعة جدا بالمناسبة بيرامد ومازينبية عدلاء سلبان أيضا في مباراة الزهاب 0-0 تعالوا بس الأول نتكلم على المصري المصري النهاردة بيلعب بتسع لعبين من قبل ديئة 60 طرد لعمر موسى وطرد للجلاسي وطردين سازجين للغاية فيهم عنف بدون داعي وفيهم توطر بدون داعي وفيهم أزمة بدون لزمة كان الفرقين متعدلان واحد واحد ليه تتوتر؟ ليه تضطرد في مباراة زي ديئة؟ دي مش مباراة العودة حتى ولا حظوظك انتهت ولا عندك مشكلة في نتيجة المباراة ولا فيه أي سبب انك تعمل حالة العنف دي بدون أي داعي أو مبرر حصلت طردين الأمور تأزمت فيه مشكلة كبيرة عند المصري فيه أزمة كبيرة عند المصري المباراة اللي أقيمت على استاذ برج العرب ملعب النادي المصري المصري هيقعد أكتر من نص ساعة يلعب بتسع لعبين كارسة المصري هيخش فيها هدفين وتلاتة واربعة وهيخش فيها هدف كتيرة جدا كارسة تسع لعبين دول كارسة على أي فريف العالم لو ريال ما دي ده يبقى كارسة عليه أي فريف العالم بتسع لعبين المصري يقدر يسجل الهدف التاني عن طريق حيث من عيونه التونسي الرائع من ضربة سابتة رائعة جدا من خارج منطقة الجزاء اثنين واحد للمصري بتسع لعبين بتسع لعبين أداء بطولي وكبير وعظيم يستحق كل لاعب في المصري التحية وبصراحة شديدة مع استحقاق كل لاعب في المصري التحية الناس اللي اترادت النهاردة في رأيي لابد أن يكون لديهم أو عليهم عقوبات إدارية من جانب إدارة النادي المصري مع حرام تضيع مجهود فرقة لعبين وجهاز فني تضيع أمال جماهير النادي المصري العريضة بتصرفات يعني فيها كثير من استزاجة كثير من استزاجة بصراحة بدون دي عايش والغريب أن أنت بعد التردين هيسم العمون طبعا جاب هتف رائع وفي ظروف صعبة جدا وبحمس شديد جدا وكل شيء راح ألعى التشيرت برضو واخد إنذار وفيه لعب آخر في المصري راح ألعى التشيرت كمان بالمرة عشان ياخد هو كمان إنذار ليه ليه الفرقة فيه مباراة عودة كمان يعني فيه مباراة عودة المصري مش مستحمل يخسر اللعبين وبعد العودة إن شاء الله والمصري هيصعد مش محتاجي يبقى فيه إنذارات والفرقة تبقى ناقصة بصراحة مع الفرحة الشديدة مع التهنئة الكبيرة للنادي المصري لابد من عقوبات إدارية على هؤلاء اللعبين بصراحة يعني أي إدارة محترفة في العالم هتعمل كده وأنا أعتقد إدارة النادي المصري لازم تعمل كده يعني الفرحة ما تنسكش إنك تعاقب دول عشان النتيجة ربنا أوفق فيها ومجهود الرجال اللي كانوا موجودين في الملعب قدروا يكسبوا في ظروف مستحيلة مستحيلة تسع لعبين قدام حضاشر اللعب وفي النهاد البركان ده مش فريق صغير فريق كبير تقدر تكسبه وتسجل هدف التاني ده إعجاز مش إنجاز يحسب لكل لعب كان في أرض الملعب من النادي المصري مليون مبروك للمصري مباراة العودة مش سهلة المصري يلعب في مباراة العودة بـ 11 لعب في المغرب ما يقولش أنا كسبت أنا على 9 لعبين فقدر أكسب بسهولة وأنا 11 لعب لا المصري لسه ما سعطش بس اللي عمله النهار زي ما قلت لكم إعجاز مش إنجاز إعجاز كبير كمان صعب على أي فريق كبير أي فريق كبير أعظم فريق في العالم صعب يعمل كده المصري النهاردة عمل كده بتواجد الجمهير الرائعة في المدرجات النهاردة مدرب رائع جدا وكبير ومتمرس في البطلات الأفريقية ولعبين رجالة في أرض الملعب ده المصري